الجزء الصعب من الرحلة شارفة على الانتهاء فنحن على مقربة من مدينة زويرات التي ستتوقف فيها الشاحنات الجزائرية من أجل إتمام الإجراءات الجمهورية في الطراب الموريطاني يصل على وصاحب السلع لمكتب قسم الجامارك وبالضبط إلى وكيل العبور من أجل إتمام الإجراءات القانونية نرى أنهم أتجاه مرتاحين للمعاملات التي تلقاوا منها كوسطة على درجة مارك في المعبر أنهم يلقاوا أخوتهم قدامهم معاملهم معاملة الأخوة لا معاملة الترانزيتير ولا معاملة وسطها الآخرين معاملهم معاملة الأخوة نقدم لهم أحسن خدمة ونصر علوم في الأمور وفيما يأتيز الفرصة المولين يشكر المكتب والتعزويرات المولي زادوا عاطم إناية أكثر ومتعاون أكثر معنا في قضيتهم نظرا للتوصيل اللي جاية من السلطات العلية للبلد ثم الشكاية بسيطة من الطريق الطريق اللي يعني عاكفين على يخدموها بأسرعها وثم دولتين عاكفين على الطريق اللي يسرعوها بها ونرى أنه النشاط جيد على العمور ماذا؟ وبمناسبة للأخ اللي جمعاكم علاو بقراء من أول تجار اللي جانا هون جاي بالبضايا المختلفة كما قلت لك في المستقبل واحد مجال التجارة بين موليطان والجزائر والطريق إلى خدمة المولي ربما تطين دفاع أكثر روض المستقبلية عنهم أذاق مستقبلية واحدة إن شاء الله تحرص إدارة الجامارك الموليطانية على تقديم التسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين وذلك من خلال تسريع معالجة الملفات والانتهاء منها في ظرف قصير بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية والجمهوركية بمدينة زويرات ننطلق مع اللواف شاحنة عبد الرزاق المحملة بالدلاء البلاستيكية من أجل إيصال الطلبية في وقتها المحدد للعاصمة تينواكشن يروي لنا عبد الرزاق بعض الأحداث التي عاشها والصعوبات التي تلقاها والمغور ببعض الأماكن التي خلدت أسماء جزائريين توفاهم الأجل فيها ترجمة نانسي قنقر